اكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلال الشبابي والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد الاستبلات الخالدية أن رياضة القدرة البحرينية قد تألقت بفضل الاهتمام والرعاية الفائقتين من لدن جلالة الملك المفدى والذي منحها التميز والمكانة المرموقة عالميا من خلال ما حققته من إنجازات في مختلف المشاركات والبطولات وذلك خلال مشاركة سموه الأخير في بطولة القدرة والتي قيمت بقرية البحرين الدولية للقدرة عودة رفعت مع نويات جميع الفرسان والمشاركين في بطولة تحمل اسم سموه الكريم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد استبلات الخالدية وأماني ترجم وصلة سموه المشاركة في سباقات القدرة لما ينشره من روح إيجابية ورياضية تشجع الفرسان والمشاركين تأتي عودة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بعد تشجيع وتحفيز وتدريب من قبل أخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملك للفروسية وسباقات القدرة الذي كان سببا رئيسيا في هذه العودة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أشهد بالجهود الواضحة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي أسهمت في ترجمة توجيهات العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لدعم هذه الرياضة والذي كان له الأثر الواضح في رفع مستوى الفرسان من خلال البطولات المحلية والإعداد المثالي لمختلف المشاركات والذي دفعهم نحو تحقيق النتائج المشرفة وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالدعم والاهتمام الكبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لرياضة القدرة البحرينية وحضور جلالته للسباق ومتابعته جانبا من وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الفائزين بالسباق مؤكدا أن الجميع قد قدم مستويات متميزة وعكسوا من خلالها الصورة المشرقة عن رياضة القدرة البحرينية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في السباقات المقبلة المستوى الفني والبصمات الواضحة التي أبرزها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على رياضة القدرة وحقق فيها الكثير من المكاسب والإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي تأتي قبل أهم وأكبر البطولات مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للفروسية والسباقات القدرة لفئة العموم والنشئين والسيدات والأطفال وذلك في الأول والثاني من مارس مشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في سباق بطولة القدرة الثالثة لهذا الموسم جاءت محفزة للفرسان وزادت من حدة الإثارة والتشويق وأضافت للمنافسات حيث أن عودته القوية لها الأثر الإيجابي الكبير في المستويات التنافسية وخصوصا في هذا القطاع الرياضي الذي يحظى بدعم سموه المستمر واللا محدود